هذه الأخبار العاجلة إن كانت تتوفر لديك أي معلومات أيضا الجيش الإسرائيلي يعلن اعتزامه قصف منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت إذن في هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي يعلن اعتزامه قصف منطقتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت نعم أتى في التحذير الذي صدر قبل قليل باستهداف مناطق أو نقاط في حارة حريك والحدث في محيط الضاحية الجنوبية وهي مناطق سبقة واستهدفت في مرات سابقة هذا الإعلان ربما يكون الأول في هذا التوقيت تحديدا عادة ما تأتي الإنذارات بعيدة منتصف الليل أو صباحا اليوم آتت هذه الإنذارات فجرا ما يعني أنه يترقب أن تسقط غرات على الضاحية عادة تحصل الغرات بعد وقت قليل من إصدار الإنذارات نحن نترقب على كل حال سنكون مع أي تطور في هذا المدوع ما أن تبدأ الغرات شكرا حتى اللحظة جوني فخرية صحفية في شبكة أخبار الحدث كنت معنا من بيروت شكرا حتى اللحظة جوني فخرية